السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات سنوية عامة في كل مكان النظام الجديد علم علوم دفعة 2021 نظام التابلت معكم دكتور محمود وصمان كلية طب جامعة عين شمس النهاردة هنبدأ أولى حصاصنا في شرح منهج الأحياء بالعربي للمدارس العربي طبعا احنا اتأخرنا فيه شوية بسبب ان العدد على القناة اللي كانوا المشتركين عايزين عربي ما كانوش قد الانجليش يعني الانجليش كان أكتر شوية فأنا كنت مستني أكبر عدد ممكن من العربي يتجمعوا عشان يبقى الاستفادة كلها واحدة ما يبقاش في حد سابق التاني مثلا لو حد يعرف القناة متأخر ما يعرفش يلاحق على الناس التاني تمام فهو ده اللي خلانا اتأخر شوية بس النهاردة ان شاء الله هنبتدي وهننجز جزء جويس من المنهج المنهج الأحياء عمتا متكون من خمس أبواب احنا نبتدي النهاردة بالباب الأول اللي هو اسمه الدعامة الدعامة يعني ايه كلمة الدعامة كلمة الدعامة معناها شيء بيدعم يدعم أو يقوي حاجة بستخدمها لدعم أو تقويت حاجة تاني طيب كويس الدعامة دي بنتكلم عنها في حاجتين في إنسان وفي نبات تمام اي حاجة عندنا في المنهج السنة دي بنتكلم عنها في الإنسان وفي النبات تمام طيب احنا نتكلم النهاردة بالأخص على النبات طيب قالك في أول جملة هتلاقيها عندك في كتاب المدرسة ان شاء الله يعني لو حاولوا تذكروا من كتاب المدرسة أكتر من الكتب الخارجية لأنه هو اللي هتدخلوا به الإمتحان فعشان تبقوا عارفين الكلام المكتوب فيه إيه ومترتب ومتنصق إزاي تمام فالنبات عنده دعامة طب ليه قالك لسببين أول حاجة الحفاظ على شكله طبعا إحنا مش بنحفاظهم إحنا بنفهم الأهميات دي وأكتر من كده مش عايزين نفهمها وطبعا الأسئلة هنتضرب عليها كتير هنحل أكتر من 10 تلاف سؤال على مدار السنة ودول كلهم على طريقة النظام الجديد مافيش حاجة النظام قديم طب أول حاجة الحفاظ على شكله وتاني حاجة الحماية يعني إيه الكلام ده أنا عندي شجرة دلوقتي هاي ده مجموحة الجزري وده المجموحة الخضر تمام طيب جزء الشجرة ده أو الصاق الشجرة دي تمام مدعم أو مقوة ليه؟ عشان نحفظ على شكله أنا ينفع تاني يومي ألاقي مقوة بالشكل ده وهتقول لي لأ طبعاً هو طول عمره بيبقى إيه؟ أنا صاحي النهاردة كده لقيته كده بعد ساعة لقيته كده بنفس الشكل ما بيتغيرش يبقى الحفاظ على الشكل طيب تاني حاجة الحماية مش فيه هنا جهاز وعاقي جوه بينقل الميا والأملاح والمغزيات اللي بتاخدها النباتات من التربة فوق للأوراق عشان الأوراق تعمل بناء ضوئي والنبات يعرف يكمل حياته صح؟ هتقول لي صح؟ طيب الحاجات دي عايزة تتحمي انت متخيل يعني الأنبيب الشعرية دي صغيرة جداً وضعيفة هي قاع عددها كبير بس الواحدة ضعيفة ممكن أي هوا كافيل ان هو يكسرها أو يدمرها فبنحميها بالدعامات اللي بتبقى موجودة في جزء الشجر تمام كويس قوي يبقى دي أول حاجة الحفاظ على الشكل وتاني حاجة الحماية كده شرحنا الأهمية تي طيب أنواع الدعامة في النبات يعني النبات الدعامة في النبات ليها نوعين الأنواع يعني أنا أنواع هم كلمتين واحدة اسمها دعامة فيسيولوجية فيسيولوجية والتانية اسمها تركيبية يعني إيه الكلام ده فيسيولوجية لو هتاخدوا بالكو يعني كلمة آلية يعني إيه آلية آلية هي عبارة عن مجموعة عمليات بتحصل ورا بعضها أو مع بعضها عشان تقديلي نتيجة في الأخ يبقى إيه هي آلية الدعامة فيسيولوجية هي مجموعة عمليات بتحصل عشان تعمل حاجة إيه يا الحاجة تدعيم النبات بس طبعا تعريفها مش كده يعني بس ده معنى كلمة فيسيولوجية كمعنى كلمة تركيبية معناها حاجة بتدخل في تركيب النبات نفسه مش عمليات بقى لا دي مواد هنا مواد إنما هنا عملية زي امتصاص نتح بخر بس إيه ما تاخدش الأمثال اللي أنا بضربها دي إن هي هي دي العمليات إن العمليات دلوقتي هتشرحها كلها بالتفصيل تمام مثلا العمليات يعني إيه امتصاص نتح بخر كده تمام إنما تركيبية معناها مواد بتدخل في تركيب الخلية متعود إن الخلية إيه بتاعة النبات أدي جدار خلوي وعندك كمان فيه إيه الغشاء البلازمي وجوه بقى إيه العضيات والسيتو بلازم أو اللي هم مع بعض اسمهم بروتو بلازم تمام هنشرح كلمة بروتو بلازم دي كمان شوية طيب معنى كلمة تركيبية إن حبة مواد بتدخل في تركيب الخلية خاصة بتدخل في إيه في الجدار الخلوي عشان تعمل إيه تدعيم للخلية وبالتالي تدعيم للنبات كل ما هناك كل ماك خلية تدعم أدعم خلية وخلية وخلية كل الخلية تدعم فالنبات يبقى كله كده تدعم خد دعامة تركيبية إنما في السيروجية هي عبارة عن ألية أو عملية بتحصل عشان في الآخر أوصل لحاجة تدعم النبات طيب بالراحة كده معنا كلمة دعامة في السيولوجية طيب تعرفها إيه في الكتاب قالك هي دعامة بتشمل الخلية ككل الخلية أنا هكتب هناك كلمات المهمة بس عايزت تكتب ورايا تمسك وراها أو ألم وتكتب ورايا اكتب الخلية ككل تمام؟ يعني إيه الخلية ككل؟ يعني هي بتدعم الخلية كلها على بعضها ما بتاخدش أجزاء إنما لو خدت بالك ولما أنا قلت التركيبية التركيبية قلت لك مواد بتدخل في تركيب بعض أجزاء الخلية زي إيه وقلنا الجدار الخلوي تمام؟ إنما هنا الخلية كلها بتتأثر بالدعامة دي الخلية كلها بتدعم بالدعامة دي إنما التركيبية مش تبقى الخلية كلها لعلم وهنتكلم أكتر كمان شوية عنها بس نخلص الفيسيولوجيا القوي طيب حلو طب إيه هي قلية حدوث الدعامة الفيسيولوجية؟ يعني إيه هي العمليات اللي بتحصل عشان إيه؟ الدعامة الفيسيولوجية تحصل لو بصيت عندك في الكتاب هيقولك أول حاجة خالص بيدخل الماء بالخاصية الأسموزية للفجوة العصرية للخلية معناه إيه الكلام ده؟ أنا عندي خلية نباتية أهي عادية جدا أقولك على طريقة حلوة جدا للمذاكرة دلوقتي أدي خلية نباتية أنا برسم دلوقتي ده إيه؟ ده الجدار الخلوي وده لغشاء البلازمي ولكن دي النواة مثلا وده إيه؟ الشبكة الإندو بلازمية وهنا الميتو كوندريا وهنا اللايزوزومات وهنا بقى إيه؟ دي الفجوة العصرية دي فجوة عصرية فجوة تمام؟ ماشي؟ طيب قالك أول حاجة خالص في الألية دي أو العملية اللي بتحصل عشان يحصل دغامة فيسيولوجية قالك أنا مثلا بقى حاطة الخلية في وسط في ماء فالماء يدخل ماشي؟ بالخاصية الأسموزية أسموزية إلى الفجوة العصرية بتاعت الخلية يعني هو بيدخل يعدي الغشاء الجدار الخلوي بعد كده يعدي الغشاء الخلوي بقى يدخل جوة السيتوبلازم بقى يخش يعدي يتخزن في إيه؟ هذه الفجوة تمام؟ يدخل الماء بالخاصية الأسموزية للفجوة العصرية بتاعت الخلية تمام؟ دي الفجوة العصرية طيب اللي ب違حسن بعديها قالك يزيد حجم العصير الخلوي ايه العصير الخلوي ده العصير الخلوي یابرها عن السائل اللي بيبقى موجود في ايه في الفجوة العصرية كلمة عصير خلوي لو مش فاكرنا عصير خلوي معناها هو السائل اللي بقى الفجوة بس انا طبعا شfindني محسح profiles ا Thank you يزيد حجم العصير الخلوي ايوه انت مثلا معك اسفاضي عادي جدا مالته مية هيتمدد معك مش هيفضل في حالته دي انا ممكن لو هو كيس فاضي اطبقه في اي دي بقى حجمه صغير انما لو مالته مية حجمه هيكبر طيب انما هنا يزيد حجم العصير الخلوي فيزيد حجم ايه الفجوة تمام فيزيد ضغطها يعني ايه ضغطها انا هنا دلوقت هي بتضغط على ايه على السايتو بلازم اللي برا ده تمام هتزيد ضغطها ليه لان انا مالتها سائل فالسائل اا كبر حجم ايه الفجوة فالفجوة ضغطت على اللي حواليها عشان توسطيولولها وتقولهم وسعولي كده تمام عشان حجمها تغرف تاخد بساحتها فبتضغط على اللي حواليه تخلي انت بلونة ناعدت توفق فيها هي كده بتكا انها بتزوق الهوى بتضغط على الهوالي برا عشان توسع مكانة نفسها فالفجوة العصرية بما فيها من ايه عصير خلوي بعد ما اما ادخلت باسمها عصير خلوي بتدفع ايه بتزوق السايتو بلازم بتدفعه للخارج طيب قالك فيزيد ضغطها على البروتو بلازم يعني ايه بروتو بلازم كلمة بروتو بلازم دي معناها هي عبارة عن السايتو بلازم زائد العضيات عضيات الايه الخلية زي المايتو كوندريا وزي الليزوزومات وزي الشبكة الاندو بلازمية وزي النواة وزي كل العضيات اللي في الخلية لما اجا اذكرها وازكرها مع السايتو بلازم في حاجة واحدة بسميهم بروتو بلازم يعني بدل ما اقول مثلا فيزيد حجم العصير خلوي فيزيد ضغطه على السايتو بلازم والعضيات لا اقول ايه فيزيد ضغطه على البروتو بلازم على طول تمام طيب لما يزيد ضغطه عليهم هيزقهم لبرة طب فبعد كده بيقولك ايه ويدفعه الى الخارج نحو الجدار هتدفع ايه يدفع البروتو بلازم اللي هو العضيات والايه والسايتو بلازم يدفعه الى الخارج نحو الجدار طيب تخيل برضو معايا نفس البلونة انت بتنفخها كانت الاول الجدار بتاعها من برة صغير مساحته صغير بعد كده هتلاقي مساحته كبرت 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 كذلك الخلية الخلية دي طالما ما دخلتها يبقى هي كأنها بلونة وانت عملت انفخها فالجدار ده جدار الخلية هيتمدد ليه هيتمدد؟ عشان انا بضغط عليه من جوه العضيات دي والسايتو بلازم اللي هم البروتو بلازم على بعض الجوال العسير الخارج اللي فيها زاد فبيضغط عليهم فهم كمان يضغطوا على الجدار ما مفضلش للجدار برا فيضغط عليه فايه يتمدد هيتمدد نتيجة زيادة الضغط الواقع عليه من البروتو بلازم تمام؟ حلو وكده البلونة تنفخت يعني ايه الخلية انتفخت وبهذا تنتفخت الخلية طيب والجدار هيصبح متوتر يعني ايه متوتر؟ يعني ناشف شديد مش رايح وجاي معايا ناشف شديد توتر عارف انت التوتر الصفحي اللي بتاخدوه في الفيزياء هو ده بقى التوتر متوتر الكيس او البلونة اللي انت بتنفخها في الاول هتلاقيها ايه؟ تريف ايدك كده قبل ما تنفخها بعد كده هتيجي تلمس سطحها من بدرة هتلاقيه شديد ناشف متعرفش تمسكه ايه؟ وتشكل فيه بايدك زي ما كنت بتعمل وهي مش منفوخة ده معنى كلمة التوتر انه بقى ناشف طيب ومن ثم تكتسب الخلية الدعم الفيزيولوجي خلاص انا عندي اربع خطوات دي الالية دي الالية تحدوث الدعم الفيزيولوجي اول حاجة يدخل الماء بالخاصية الاسموزية الفجوة العسرية بتاعت الخلية تمام تاني حاجة حجم العصير الخلوي يزداد يزداد حجم العصير الخلوي فيزيد ضغطه على البروتوبلازم ويدفعه يدفع ايه يدفع البروتوبلازم للخارج نحو الجدار الخلية او نحو الجدار ماشي و ايه دي تاني خطوة طب تالت خطوة يتمدد الجدار ليه نتيجة الضغط الواقع عليه طيب وبهذا الخلية بتنتفخ وتصبح ذات جدار متوتر دي رابع خطوة ومن ثم تكتسب الدعم الفيزيولوجي ده لو قالك مش هيقولك طبعا اشرح الالية بس هو ممكن يجي يعملها لك في الايه في الاخطر يقولك رتب ايه الخطوات اه بتاعت ايه رتب الخطوات الخاصة بايه بقالية حدوث الدعم الفيزيولوجي ويجي لخبطهم لك بقى يقولك ايه اللي حصل الاول بقى مثلا اه يزدد حجم العصير الخلوي ولا فهم يسألك في الترتيب يلخبطهم لك ويقولك رتبهم واحد اثنين ثلاثة اربعة ولا اثنين ثلاثة اربعة واحد عارف انت الترتيب ده ممكن يحصل يجيبهم لك في الايه في الاخطر يكتبهم لك ويقولك الترتيب الصحيح كذا كذا ولا كذا كذا وهكذا تمام وهجيب لك امثالة كتيرة على الكلام ده على مدار السنة تمام طيب لو قلتلك الديني مثال طبيعي كده مثال مشان انا كنت بتكلم على خلية في الالية الديني بقى قلية الدعم الفيسيولوجية كنت بتكلم على خلية الديني مثال حي حاجة اشوفها قدامي قالك في الكتاب عندك بيقولك ايه انتفاخ ثمار الفاكهة المنكمشة يعني ايه عندك مثلا ايه الزبيب المشمش الحاجات اللي هي بتاعت رمضان دي زبيب المجفف والمشمش المجفف تمام اللي قال الزبيب اصلا وعناب وبيتجفف والمشمش حاجة اللي قال ايه المشمشية دي مجففة تمام هتنتفخ قالك ايه السمار دي ممكن مش فهتنتفخ يحصل لها انتفاخ عنده وضعها في المقل فطر تمام لو انت بتعمل بلح قبل الفطار وحطت فيه مشمش او طبعا ما تحطش فيه زبيب لو حطت فيه مشمش او حطت فيه التين المجفف ده تيجي تشربه على الفطار هتلاقي حجمه كبر طب ده ايه ده اول مثال عندنا مش هتقوله بقى البلح والمشمش وكده هتقوله انتفاخ ايه سمار الفاكهة المنكمشة او الضمرة هي كعنها حصل لها ضمور منكمشة يعني ضمرة تمام عندما تضحى في المقل فطر ده المثال او هيقولك طبعا اختر طبعا وهتشوف وتختاره طب ليه بعده بيحصل ليه لان حصل اول حاجة خالص المي سبب الدعام الفيسيولوجيه دي اصلا تستنتجه من الكلام ده ايه دخول المي اصلا المي هي اللي بتعمل ده كله دخول المي هو اللي كبر ايه الفجوة العسرية هو زود حجم العصير الخلوي فخلى يعمل ضغط فخلى الضغط ده يوصل للجدار فالجدار يبقى متوتر وتكسب الدعامة والخلية تتنفخ تمام يبقى ليه حصل الانتفاخ او ليه حصل اكتساب للدعام الفيسيولوجيه يبقى نتيجة دخول الماء بالخاصية اسموزيه طب تاني مثال عندنا لو انت جت على العكس سمرة كبيرة عادية منتفخة حلوة كده غضة زي ما بيقولك الكتاب كلمة غضة دي معناها منتفخة هو اصلا ايه الزبيب بتعمل ازاي بيبقى عينب منتفخ كده بيبقى سمرة غضة زي ما بيقولوا في الكتاب بتسيبها الفترة فبتنكمش يبقى تاني مثال هو انكماش وضمور بعض البذور وانا قالك المرة اللي فاتت على الفكهة قالك ينوعي يقولك المرة دي على البذور خلاص الاتكلم على البذور زي ما الكتاب بيتكلم يبقى انكماش وضمور بعض البذور الغضة الغضة يعني المنتفخة كل بسلة بسلة والفول تمام ماشي عنده تركها لفترة لما بسيبها لفترة بعيد عن المي البسلة والفول هتلاقي منتفخة كده سيبها هتلاقيه بالكرمش كده بتنكمش طب ده ليه نتيجة فقد المي تمام طيب ثالث مثال عندنا واخر مثال قالك ذبول وارتخاء سوق واوراق النباتات العشبية يعني ايه نباتات عشبية يعني ايه نباتات عشبية يعني زي حاجة زي النعناع اه دي نبات عشبي شوية المجموعة الجزرية اهو وادي الساق وادي حبة اوراق يعني بغض النظر عن شكلها تمام؟ هذه الاوراق قالك بقى ايه 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 زبول وارتخاء زبول حصل ايه الورقة دي لو انت سبته سبت النبات ده النبات العشبي ده من غير مية لفترة هتلاقي الورقة ده دبل دبلان كده زبول حصل له زبول والسوق دي دمع ساق هتلاقيها ارتخد نزلك كده تمام؟ هتلاقي النبات والله بي الضبط عامل كده ايه السوق بتاعته ارتخد والاوراق بتاعته ايه انكمشت بهذا الشكل تمام؟ يبقى ارتخاء وزبول سوق واوراق النباتات العشبية عندها جفاف التربة او عندها تركها بدون ماء لفترة بس كتاب كتبلك عندها جفاف التربة يعني لما ما يكونش في مية ليه؟ لما يكونش في مية المية هنا هتخرج انت لو خدت السنة اللي فاتت لو تفتكر حكاية الخاصية القسموزية عشان دي هنحتاجها كتير انا عندي هنا ماء وعندي هنا ماء وعندي هنا محلول يعني هنا ماء ودايب فيه شوية ملح املاح وفيه هنا املاح انتنساط لو النسبتين متكافئين بالذبط نسبة الملح هل الميا تتحرك من هنا للهنة؟ هتقول لي لأ هكذا هل ماء تتحرك من هنا لي Glasgow هتقول لي ل determine لفيه توائزن تمام؟ طب لو المية هنا ايه سيبك من المية حين ما بنتكلمش عن المية لو تركيز الملح هنا عالي الملح هنا عالي المية بتحب تروح ناحية الملح العالي ملح عالي او مية قليلة فالمية الكتيرة هنا الملح ده اقل الملح ده قليل فالمية تسيب هنا وتروح تقولك انا ايه هعمل توازن فاروح ناحية الملح الكتيرة خفيف وخليه خفيف زي ده طيب لكن الماء ما تفقاش تمشي العكس طب هنا انت عندك التربة بقت جفة جفة يعني فيها ملح كتير ما فيهاش مية فالمية في الخلايا والاوراق والسوق بتاعت النبات بقت اكتر فتخرب كذلك زي ما خرجت من هنا قالت اروح ايه اعادل الملوحة بتاعت التربة زي ما قالت هنا عادل ملوحة الوسط ده تحت هنا تمام فدي معناها زبول وارتخاء سوق واوراق النباتات العشبية عندها جفة في التربة ليه بقى ليه بقى اللي حصل فقد مي تمام ده ليه بقى حصل لان كل خلية فقدت مي فالانتفاخات بتاعتها ايه مش قلنا تنتفخ الخلية لما بتكتسب دعمة في السيولوجية هنا بتفقدها فبنقول ايه زوال انتفاخ الخلية خلية النبات نتيجة فقدها للماء ليه حصل زبول لما التربة جفت ليه لزوال انتفاخ خلاياها نتيجة الفقد للماء فتزول الدعمة في السيولوجية يبقى ده تالت مثال على الدعمة في السيولوجية هما اتلت امثلا نقولهم في السريف دقيقة او المسال خالص هو انتفاخ سمار الفاكهة المنكمشة تمام او الضمرة عند وضعها في الماء الفترة ليه لدخول الماء الى داخل خلاياها بالخاصية الاسموزية طب تاني حاجة ايه هي العكس بقى انكمش وضمور البزور زي البسلة والفول بزور الغضة اللي كانت منتفخة يعني اللي كانت غضة عند تركها لمدة ليه لانها ايه فقدت الماء نتيجة فقدها الماء فايه ممكن تقول زوال انتفاخ خلاياها برضو طب هنا بقى ايه زبول وارتخاء السوق والاوراق للنباتات العشبية عند جفاف الترب ليه برضو لزوال انتفاخ خلاياها نتيجة فقدها للماء فتزول الدعم الفيسيولوجي طيب هل الكلام ده يجي لك بما تفسر ولا علل بما تفسر وعلل وماذا يحدث اذا والكلام ده وفسر العبارة الاتية كل ده تلغى ما بيجيش عندك بيجي عندك يا ام اختر هيجي لك بقى اختر من امثلة الدعم الفيسيولوجي كذا 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 وانت تختار واحد او كل مما يلي من امثلة الدعم الفيسيولوجي معادة ويجيب لك التلات امثلة دول وممثال تاني مش معاهم كده الاسئلة بتيجي كده مبقاش في عللوا الكلام ده غالبا يعني ممكن ميجيش تعريفات بس ايه يعني نادرا ايه ممكن ايه نعمل ايه حساب الاحتمال الضعيف ده ونقول ايه بعض التعريفات كده طيب قالك طلع فيه مثال كمان انا مقولتوش العكس بق انا اتكلمت على السمار المنتفه وبعد كده قلنا انكمشت بقى وقلنا بزور خليها بزور البزور ايه انكمشت طب السوق والاوراق دي انكمشت طب نعمل بقى عكسها ايه بقى استقامة سوق واوراق النباتات العشبية برضو نفس النباتات عند رايي التربة لما راوت التربة تاوي بتعرف تقول لي ليه اه هتقول لي طب ما انت قلتلي قبل كده ما انا هتبق اقول لك نتيجة دخول ايه او او نتيجة انتصاص خلاياها للمية بالخاصية الاستموزية او نتيجة دخول للماء لخلاياها بالخاصية الاستموزية فتنتفخ وتكتسب الدعم الفيسيولوجي تمام بس انا عملا اشرح لك دعمة فيسيولوجية واقول لك اه زوال الانتفاخ والانتفاخ والمية تروح والمية تيجي فتوقع كده من اللي انا هشرحته ده الدعمة دي ينفع ان اقول عليها مؤقتة ولا دائمة اللي هيقول لي مؤقتة صح اللي هيقول لي دائمة غلط ليه هي اعتمدت فين في على ايه في الاول وفي الاخر اعتمدت على وجود المي لما لقينا مية وامتصناها اكتسبنا دعمة لما ملقناش مية فقدنا الدعمة صح؟ طيب يبقى دي دائمة لا يبقى هي مؤقتة لما يقول لك ليه هي مؤقتة او تعتبر الدعمة الفيسيولوجية مؤقتة بسبب ونقط ويقعد يديك اختيارات انت هتختار ايه؟ لانها بتعتمد على امتلاء الخلية بشوية مية طيب وعندما تفقد هذه الخلايا للمية الدعمة دي ممكن تضعف او تزول خلص زي ارتخاء الايه وزبول الايه؟ السوق والاوراق بتاعت النباتات العشبية يبقى ليه هي مؤقتة بسبب اعتمدها على امتلاء الخلية بالماء وعندما تفقد الخلية هذا الماء تضعف او تزول الدعمة طيب لو حبينا نعرف الدعمة الفيسيولوجية من اللي فات كده تستنتج ايه؟ اول كلمة تحب تقولها لي انها دعمة مؤقتة تنتج عن ايه؟ دخول الماء بالخاصية الاسموزية الى داخل خلايا النبات تمام؟ وكمان هي تشمل الخلية نفسها ككل طيب فتصبح الخلايا منتفخة وزاد جدار متوتر ومكتسبة للدعمة الفيسيولوجية كده لعرفت والتعريف هتلاقي مكتوب كده في كتاب بالفهمة هو طيب انت عايز تحفظ او لعرفة